السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت أدانت منظمة التعاون الإسلامية اليوم الاعتداء على سفارة السعودية في طهران والقنصولية في مشهد وأدعت إيران للإيفاء بالتزاماتها الدولية كما دعت المنظمة عاقب اجتماعا لوزراء خارجيتها اليوم لتهديئة التوتر بين السعودية وإيران وقالت إن وحدة صف بين الدول الإسلامية مطلوبة لمكافحة الإرهاب فيما أشار الأمين العام للمنظمة إلى أن استمرار تأزم العلاقات بين بعض الدول الأعضاء في المنظمة يسهم في تعميق الشروخ في الكيان السياسي الإسلامي من جهة استعرض رئيس الوفد الإيراني خلال الاجتماع تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي أدانت الاعتداء على سفارة السعودية في طهران